اهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل حقق نادي الزمالك الثنائية الرابعة في تاريخه بعد غياب 27 سنة بحصوله على بطولة كأس مصر على حساب النادي الاهلي بهدفين نظيفين في نهاية البطولة مهاجم الزمالك باسم يوسف كان عريس القمة اللي احتضانتها ملعب بيترو سبورت بعد انسجل هدفين الفوز للفريق الابيض طبعا بهذا الفوز بتستعيد القلعة البيضاء ذاكرة الفوز بعد صيام طويل اذ نجح ابناء المدرب في فييرا في اقتناص بطولتي الدوري والكاس وده كان النهاردة يوم سعيد للقلعة البيضاء طبعا من جانبهم رفض لعبي نادي الاهلي تسلم ميداليات المركز الثاني بعد نهاية المباراة بسبب سوء التنظيم كان الزمالك قد توج بطلا لكاس مصر بعدما فاز على الاهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بنهاية البطولة مساء امس الاثنين على ملعب بيترو سبورت بالقاهرة الجديدة خرج لعيب الاهلي من غرف الملابس الخاصة بهم لتسلم الميداليات في حضور اللواء اركان حرب صبر السيد يوسف نائبا عن رئيس الجمهورية والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمود الشامي مندوبا عن اتحاد الكرة لكنهم لم يصعدوا المنصة